نظمت وزارة الموارد المائية والرأي بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي احتفالية بمناسبة يوم المياه العالمي وفي كلمته الاحتفالية أشار وزير الموارد المائية والرأي هاني سويلم إلى أن الاحتفال السنوي بيوم المياه العالمي يأتي هذا العام تحت شعار تسريع التغيير ويعد امتدادا لتأكيد اهتمام مصر بحق كل فرد في المياه موضحا أن التاريخ سطر ببراعة مصر منذ عهد قدماء المصريين في إدارة أهر النيل وترشيد استخدام مياه الحقيقة الدولة المصرية لم ولن تبخل على كفاءة استخدام المياه شفنا توجهات الدولة في الفترة السابقة في الاستثمار في مجال المياه استثمار في مشروعات ضخمة لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي وكذلك الصرف الصحي رفع كفاءة الشبكة من خلال مشروع تأهيل ترع من خلال استخدام رأي حديث مشروعات غير مسبوقة حصلت في السنوات السابقة الحقيقة كم استثمارات لم نشهدوا من قبل في مجال المياه الهدف الرئيسي اليوم هو رفع الوعي بأهمية ترشيد استهلاك المياه فنحن نرى الزيادة السكانية المستمرة مما يعني زيادة الطلب ولكن مستوى وفرة المياه ومصادرها ثابتة لذلك علينا أن نعمل أكثر على فكرة الحفاظ على المياه عن طريق الإعلام وصفراء المياه وإذا تابعنا ما يحدث في مصر منذ مؤتمر المناخ في شرم الشيخ فكل ما يحدث وما قيل اليوم يتماشى مع أهداف المؤتمر والتي تسعى في الأساس للوصول لحلول ورفع الوعي بأهمية التعامل مع ملف المياه ومع المؤتمر أكثر على الأساس للغاية